نبي الله يونس يترك قومه غضباً لله وغضباً من قومه ثم يخرج من غير أن يستعذن ربه فاته ذلك عليه الصلاة والسلام ثم لم يلبث أن ركب ذلك الفلك المشحون ثم كان ما كان أن ألقي في البحر وقد أتى بما يلام عليه فارتقمه الحوت فلما عظم الكرب واشتد الخطب رجأ نبي الله إلى ربه قال الله عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى يدعو ربه دعاء مسألة وهو متضمن لدعاء العبادة وقلنا في أول اللقاء إن دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان فنادى وذنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين التوحيد أعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا الله لا رب غيره ولا إله سواه فذكر توحيده لربه ثم نزه ربه جل وعلا عن جميع النقائز لا إله إلا أنت سبحانك ثم اعترف بخطيئته اعترف بذنبه اعترف بما كان منه اعترف بظلمه لنفسه وأن الله عز وجل لم يظلمه طرفة عين قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال رب العزة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين